نعم مساء الخير زميلة مرات أخرى نواصل التقطيع الأنية للحرائق التي مستت ولاية جيجل على غير الباقي ولاية الوطن وللمزيد ربما من المعلومات حول الهبة التضامنية وعملية التضامن التي بشرتها مديرية النشاط الاجتماعي يحضر معنا السيد مدير النشاط الاجتماعي سيد بن جديد السيد الكريم مساء الخير مساء النور طيب يعني لو تضع للرأي العام حول العملية التضامنية لتضامن مع المتضررين وعملية الإحصان ستعبير التي ربما بشرتم فيها منذ صباحة اليوم مرأة الله فيك بعد المجهودات تع القطاع العسكري الحماية المدنية والغابات ليوم أمس وأن الناس كل كانت المهمة الأولى هي إطفاء الحرق وإجلاء المواطنين الذين كانوا بمحادث الحرق الحمد لله ما كان حتى ضحية بشرية ابتداء من اليوم طبيقا لتعليمات سيد الولي وتوجهات سيد الوزيرة في عين المكان الخلايا الجوارية مقصومين إلى فرقتين فرقة الأولى تكفل النفسي والصحي بالناس اللي مزالت عندهم ناس اللي مزالوا مضروريا كيف يقولوا إحنا نفسيا ولا عندهم تخلعوا وعندهم الخلعاق والجانب الثاني في إطار لجان الدائرة طبقا القانون يتكفلوا بالإحصاء سيد الولي كان أعطى تعليمات السرعة في عملية الإحصاء وأكد على أن تكون السرعة وليس التسرع ما ننساوش أي نقطة أي أمر إن شاء الله حاليا وبعض الحالات كيف اليوم القينا ربع عائلات وين تحرق لهم في الدار كامل هادو من سنوش نكملوا عملية الإحصاء هادو مديرية التضامن تتكفل بهم اليوم فورا تعطيهم أفريشة أغطية كيت تليمونتار قفة غذائية باش يلقوا باش يعيشوا اليوم وغدوان في انتظار التعويضات والإحصاءات كيف أعطى تعليمات السيد الولي ما ننساو حتى حاجة من الإلكتروميناجي من الموبل الأفريشة طيب سيد المدير ما فيش ربع معد معين هكذا حاليا عندنا لندرد الدار كاملة مئة بالمئة الإحصاءات الأولية ربع عائلات العائلات الأخرين رهم متفاوية الأضرار لها بتليه تليفيزيون و لها بتليق ميحان ما وش نهضر لك على عائلات مياب المياب طيب يعني أربما خلينا نعرج حول الحالة النفسية تعالى المتضريرين الحمد لله يعني الله يبارك المواطن الجزائري أول حاجة نشكروا لهابة التضامنية وين نروحوا الناس كيش ما تحتاجوا واش نعاونوكم واش نحتاجوا هم جيرا لكم عاونوهم هذا الحمد لله الناس رهم يقولوا وقفة السلطات والأمنية والعسكرية والمدنية من البارح لليوم قال لك هذا تكفينا أنه طلعت لنا المورال والحمد لله مبارك الله فيك زميلي رضا يحضر معنا كذلك السيد قيد الكاتبة الدرك الوطني بأعلى مستوى دائرة الزيامة منصورية ربما كيف كان تدخل وحدات الدرك الوطني خاصة في الهبة التضامنية وإخماد الحراق التي مستت ولاية جيجل نظرا للحراق التي شهدتها ولاية جيجل خاصة بلدية الزيامة بتاريخ 24 سبعة ألفين وثلاثة وعشرين قامت المجموعة الإقليمية لدرك الوطني بجيجل بإقحام جميع الوسائل البشرية والمادية وكذا التنسيق مع مختلف الفاعلين والشركاء خاصة أفراد الحماية المدنية ومصالح الغابات حيث أنه منذ تسجيل أولى الحراق قام أفراد الدرك الوطني لجيجل بمهمة تأمين المواطنين وممتلكتهم والقيام بعملية الإجلاء خاصة للعائلات المتضررة إلى الأماكن المخصصة لاستقبال بمرافقة أمنية مشتركة الدرك الوطني وكذا أفراد الأمن الوطني إضافة إلى ذلك القيام بوضع نقاط ثابتة على مستوى المدخل الغربي لبلدية زيامة وكذا المدخل الشرقي إلى جانب وضع دوريات متحركة من أجل تأمين حركة المرور وعملية الإجلاء والتدخلات لتسهيل المهمة لأفراد الحماية المدنية وكذا مصالح الغابات خاصة في المناطق التي عارفت صعوبة على الطريق الوطني رقب 43 إلى جانب المسالك الترابية تعمل وحدات درك الوطني بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بيجيجل على القيام بتحقيقات من أجل الوصول إلى أسباب الحريق الفعلية بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة إقليميا أخيرا يبقى الرقم 10.55 تحت التصرف المواطنين 24 ساعة إلى 24 ساعة وشكرا شكرا سيدي الكريم هذا مردنا زميلي رضا لحد الساعة وتبقى العملية التضامنية يعني متوسلة من طرف مختلف القطاعات المعنية شكرا جزيلا ليك أيمن عبد الرحيم على هذه التفاصيل طبعا هبة تضامنية كما قلنا موجود أكيد ورسخة في هذا الشعب عود لضيفي هنا في